السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال الفيديو اليوم سنستطرق لدراسة احداث الجزء الثاني من النص المسترسل حكمة القدر هذه الحصة تندرج ضمن الاسبوع الثاني من الوحدة الاولى الحضارة المغربية المرجع واحد الكلمات العربية للمستوى الرابع اذا نبدأ على بركة الله نقرأ هذا الجزء ثم نبدأ في الاجابة عن الاسئلة المرافقة له حكمة القدر صمتت ليلى قليلا ثم اردفت قائلة ان اسمك من الاسماء العائلية المألوفة في اقاليم صحرائنا المسترجعة ومسو مدرستك المسيرة الخضراء فانا ادرس في القسم الرابع يا لها من صدفة عجيبة لا شك ان استاذكم اخبركم عن المسابقة الثقافية التي ستنظم بمناسبة ذكر المسيرة الخضراء عمر في ثقة بنفسه اجل وساشارك فيها انا ايضا اظهرت لمعلمة رغبة في المشاركة اذا لنتعاون معا على قراءة الكتب التي تتناول انتصارات وملاحم البطولات الوطنية تعال معي الى المنزل فلدينا مكتبة تشتمل على مؤلفات وكتب كثيرة اذا اتهيئ القراءة اتذكر سبب اعتدار عمر لليلة اذا من خلال الجزء السابق سبب اعتدار عمر لليلة لانه قذفها بالقراء ما المنطقة المغربية التي ينتمي اليها عمر اذا المنطقة التي ينتمي اليها عمر هي الصحراء المغربية الصحراء المغربية افهم واحلل استخرج من الحوار الذي جرى بين عمر وليلة الآتي استخرج من الحوار الذي جرى بين عمر وليلة الآتي اسم مدرسة عمر اذا اسم مدرسة عمر مستواه الدراسي موضوع المسابقة مناسبتها المشاركون فيها اذا اسم مدرسة عمر المسيرة الخضراء مستواه الدراسي قال انا ادرس في القسم الرابع اذا الرابع القسم الرابع موضوع المسابقة لا شك ان استاذتكم اخبارتكم عن المسابقة الثقافية اذا مصابقة ثقافية ما هي مناسبتها مناسبتها ذكرى المسيرة الخضراء المشاركون فيها ليلى وعمار اذا اسم المدرسة المسيرة الخضراء مستواه الدراسي اسم مدرسة عمر المسيرة الخضراء مستوى الدراسي القسم الرابع موضوع المسابقة مصابقة ثقافية مناسبتها ذكر المسير الخضراء المشاركون فيها ليلى وعمر اختاروا المايا للأوصاف التي استعملها الكاتب في الحوار ثم اكوين منها جملا مفيدة اذا الوطنية المغربية الحمراء الخضراء القوية المألوفة وعجيبة اذا سنختار المغربية المغربية الوطنية الحمراء والخضراء اذا هذه الكلمة التي سأختار من الأوصاف اذا تتميز صحراءنا المغربية برمالها الذهبية تتميز صحراءنا المغربية برمالها الذهبية سجلت الكتب انتصارات وملاحم البطولات الوطنية سجلت الكتب انتصارات وملاحم البطولات الوطنية تعرف مدينة مراكش بالمدينة الحمراء تعرف مدينة مراكش بالمدينة الحمراء انطلقت المسيرة الخضراء يوم ستة نوانبر انطلقت المسيرة الخضراء يوم ستة نوانبر سنة 1975 السؤال الثالث اعود الى الحوار لاتم شفهيا العبارة التالية بجمل فعلية ثم اصغع على منوالها جمل مفيدة اذا فانا لا شك ان معلمك اجل انني اذا فانا ايضا ساشارك في المصابقة الثقافية لا شك ان معلمك اخبرك عن المصابقة الثقافية اجل انني اقطن في الصحراء المغربية اذا فانا ايضا ساشارك في المصابقة الثقافية لا شك ان معلمك اخبرك عن المصابقة الثقافية اجل انني اقطن في الصحراء المغربية ننتقل اركب اقويم ولخص الجزء الثاني من النص اذا ترخيص الجزء الثاني تعرفت ليلى على عمر والمدرسة التي يدرس بها ومستواه الدراسي وقرر التعاون على قراءة الكتب للمشاركة في المصابقة الثقافية اذا تعرفت ليلى على عمر والمدرسة التي يدرس بها ومستواه الدراسي وقرر التعاون على قراءة الكتب للمشاركة في المصابقة الثقافية اعبر عن اعتزازي بالاعياد الوطنية اذا انا كل متعلم ومتعلمة سيحاول ان يعبر عن اعتزازي بالاعياد الوطنية اذا اعتز باعياد الوطنية فهي تعبر عن جهاد الاجداد وبطولاتهم لاجل وطني وكم اكون سعيدة حين ارى علم وطني خفاقا وصورة ملكي في كل مكان اذا اعتز باعياد الوطنية فهي تعبر عن جهاد الاجداد وبطولاتهم لاجل وطني وكم اكون سعيدة حين ارى علم وطني خفاقا وصورة ملكي في كل مكان اعلق بجملة عما اعرف عن المسيرة الخضراء اذا بجملة فقط المطلوب جملة بينما يمكننا الاسهاب في تعليقنا عن ما نعرفه يعني كل صغير وكبير في وطني الحبيب يعرف الشيء الكثير عن المسيرة الخضراء اذا عندنا في السؤال فقط جملة مقتضبة نعرف بها ما نعرفه عن المسيرة الخضراء اذا المسيرة الخضراء مسيرة سلمية وهي حدث تاريخي انطلقت يوم ستة وانبير الف وتسعمائة وخمسة وسبون اذا المسيرة الخضراء مسيرة سلمية وهي حدث تاريخي انطلقت يوم ستة وانبير سنة الف وتسعمائة وخمسة وسبون الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية فيديو اليوم اضرب لكم معيدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضع ودائعه من سلامه